يبدو أن التصعيد والاحتكاك الإيراني الأمريكي الذي زادت وطيرته بالأوينة الأخيرة قد بلغ منعطفاً خطيراً لا سيما بعد ضربات الفصائل الموالية لإيران التي استهدفت القوات الأمريكية في قاعدة البرج 22 بالأردن وأوقعت قتلى وجرحة ليأتي الرد الأمريكي الذي اعتبر أنه تمرير لرسائل بعدة اتجاهات قبل فتح النار على الجهات التي حملتها واشنطن مسؤولية تلك الضربات الرد الأمريكي على الضربات استهدف بحسب ناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي 85 هدفاً في سبعة مواقع مختلفة ثلاثة بالعراق وأربعة في سوريا بما فيها مراكز قيادية واستخباراتية ومرافق تحتوي على طائرات مسيرة وصواريخ وفق وزارة الدفاع الأمريكية وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين أنه سيتم توجه ضربات أخرى خلال الأيام المقبلة وقد يتسع نطاقها لتشمل منشآت وجماعات مسلحة أخرى كما نقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي أن الضربات كانت من منصات متعددة وأنها بداية حملة طويلة لاستهداف الفصائل التابعة لإيران خلال الأيام المقبلة المسؤولون الأمريكيون كانوا قد ألقوا اللوم على إيران متهمين إياها بخوض حرب بالوكالة عبر الفصائل التابعة لها بالمنطقة والتي تحصل على صواريخ ومسيارات من الحرس الثوري الإيراني مشيرين إلى أن الضربات الأمريكية هذه إنما هي لردع طهران وفصائلها عن استهداف القواعد الأمريكية دون الدخول في حرب مباشرة معها إيران صرحت عبر سفيرها لدى الأمم المتحدة بأنها سترد بحزم على أي هجوم يستهدف أراضيها فيما قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي قبل بدء الغارات الأمريكية إن أي هجوم أو تهديد لإيران لن يبقى دون رد ويعتقد خبراء أن تأخير الرد الأمريكي على هجوم الأردن لمدة إسبوع تقريباً كان يهدف للسماح لإيران بسحب أفرادها وربما لتجنيب المنطقة حرباً أوسع لا يريدها كلا الطرفان أقله في الوقت الحالي ومن جهة أخرى يرى محللون ومتابعون أن هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي وتطورات الحرب بقطع غزة أدى لتراجع شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن المقبل على خوض انتخابات 2024 وأنه يسعى للتعويض ودلوا برسائله عبر استهداف الفصائل التابعة لإيران التي من الممكن أن تقض هجماتها مضجعه في حال استغلال المعسكر الجمهوري ذلك لتوجيه الانتقادات ضده ومع أن الضربات العسكرية الأمريكية الأخيرة التي استهدفت عدة مواقع للفصائل التابعة لإيران في سوريا والعراق تمثل تغييراً كبيراً وتصعيداً لا يستهان به إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كانت تلك الضربات ستمنع الفصائل الموالية لإيران من شن هجمات جديدة على أهداف أمريكية سيما وأن ما تسمى المقاومة الإسلامية بالعراق كانت قد استهدفت بعدها قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرق سوريا ما يجعل إدارة جو بايدن في وضع مربك لإيجاد توازن بين الردع والتصعيد يقول مراقبون